كلنا نعرف انه اي منتج جديد وناجح دائما يقلد وينسخ شفنا هالشي كتير مع افلام مسلسلات انمي اجهزة الكترونية وفيه كتير امثلة ثانية وحتى مع العاب الفيديو فيه كتير العاب نشحت واشتهرت وصاروا شركات العاب ثانية يقلدوها ويسرقوا منها فهذا موضوع فيديو اليوم عشرة العاب سرقت ونسخت من العاب ثانية وصدقوني فيه العاب اول مرة هتسمعوا فيها بهالفيديو فايه يلا خلنا نبدأ قبل ان نبدأ بس حاب اعلن عن الفائز باخر جيفووي كان على سماعة وكنترولر جيمينج وكان على اخر فيديوهين توب 10 والفائز معنا هو سوهايب زكري ان شاء الله الف مبرو والجيفووي الشهري الجديد على شاشة اوروس فو 48U واللي تعتبر افضل شاشة العاب للبلاي ستيشن 5 لان الشاشة بدقة 4K مع سرعة اطارات 120 هرتز وبتدعم HDMI 2.1 فرح تعطيك 4K 120 هرتز على البلاي ستيشن 5 والشاشة بنوع OLED Panel فالالوان اللي فيها جدا رهيبة وبتدعم كتير خصائد ثانية رهيبة نفس الHDR والبلاك اكولايزر لمعلومات اكثر عنها شايك اللينك الموجود بالوصف واذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها او قيمتها كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك اي تعليق مع وسيل التواصل وهذا الفيديو برعاية لعبة War and Order في اللعبة رح تلعب بقائد من العصور الوسطى وهدفك انك تبني قلعتك ومملكتك وتوسعهم عن طريق انك تجمع موارد وعن طريق انك تشن حروب على ممالك ثانية ومثل ما شايفين هنا عنا احد اقوى الحروب في اللعبة اللي هي The Crown World اللي هي حرب تحالف او كلان ضد تحالف ثاني ايه في اللعبة فينك تكون تحالفات مع لاعبين عشوائيين لان مثل مواضح قدامكم لما تشوف مملكتك رح تلاقي حالك محاصر من ممالك وتحالفات ثانية وحتى وحوش عشوائيين موجودين بالخريطة فلازم تدخل بتحالف عشان تدافع عنهم ويدافعوا عنك وغير قصة الحروب والتحالفات انت كقائد لمملكتك فينك تطور مدينتك لازم تضل تدرب وتطور جنودك فيلا حملوا لعبة War and Order من اللينك اللي موجود بالوصف عشان تحصلوا هدايا بقيمة 60 دولار مجانا ويلا خلا نبدأ بالفيديو طيب وهنبدأ بالمرتبة العاشرة مع لعبة Unearthed Trial of Ibn Battuta هاللعبة نزلت عام 2013 ومطورها عربي وسعودي بالتحديد وللأسف اللعبة عبارة عن نسخ لسق من لعبة المغامرات المشهورة Uncharted نفس أجواء اللعبة نفس المهمات نفس نظام القتال والشوتينج حتى الشخصيات شوفوا شكل الشخصية الأساسية باللعبة وشوفوا شكل الشخصية في Uncharted وحتى الشخصيات الفرعية في Uncharted عندك البطل وبنت وواحد كبير في لعبة Unearth عندك البطل ومعه بنت بس لابسة حجاب وواحد كبير وحتى الشعار أو اللوغو تقريبا نسخ لسق طيب شو الفرق بين لعبة Unearth و Uncharted؟ الفرق إنه لعبة Unearth أسوأ بألف مرة من ناحية كل شيء من لعبة Uncharted لغرافيكس أو الرسومات كأنها بلاي ستيشن ون نظام القتال والشوتينج جدا خربان يعني اللعبة سيئة من كل النواحي وحتى تقييم اللعبة على موقع متى كريتك 11% صراحة شيء جدا مؤسف إنه نشوف استيديو ألعاب عربي عنده الإمكانية إنه يسوي ألعاب ويقرر ينسخ أحد أضخم الألعاب بالعالم Uncharted ولي تحتاج ميزانية بالملايين عشان يطوروها وأكيد للستوديو العربي ما عنده هالفلوس فعشان كذا طلعت معهم لعبة جدا سيئة في المرتبة التاسعة في عام 2020 صارت مشكلة بين شركة Epic Games اللي مسوين لعبة Fortnite وبين شركة أبل اللي عندهم موبايلات آيفون المشكلة اللي بيناتهم كبرت وتحولت للمحكمة وهذا الشي خلى شركة أبل تحذف لعبة Fortnite من الأبستور اللي هو متجر الآيفون وصار أي شخص بالعالم عنده موبايل آيفون ما فينو يلعب فورتنايت ووقتها صار فيه كتير شركات ألعاب صغيرة استغلت الموقف وعملت ألعاب نسخ لسق من فورتنايت وصارت تنشرها على متجر الآيفون بس معظمهم فشلوا لأنهم كانوا نسخ سيئة من فورتنايت ما عدا لعبة واحدة واللي هي Creative Destruction هاللعبة كانت نسخ لسق من فورتنايت بكل شيء نفس لغرافيك الكرتوني نفس نظام الأسلحة والهلث والدرع حتى نفس نظام البناء بفورتنايت بالحرف بس كانت جيدة وممتعة وفيه كتير ستريمر مشاهير صاروا يلعبوها يعني صحيح هي النسخ لسق من فورتنايت بكل شيء بس هذا الشيء ما بيدل إنها سيئة فاللعبة نشحت بشكل جدا كبير وعدد تحميلاتها تخطى عشرات الملايين فشركة اللعبة عرفت تستغل المشاكل بين أبل وإبيك جيمز لمصلحتها في المرتبة الثامنة أظن معظمكم إذا مو كلكم سمعانين عن لعبة Among Us إذا لسبب من الأسباب ما سمعت عن لعبة Among Us فهي لعبة نزلت عام 2018 واشتهرت بعام 2020 بشكل جدا كبير مبدأ اللعبة بكل بساطة إنه فيه 8 أشخاص بسفينة فضائية وفيه بيناتهم واحد قاتل والهدف إنكم تعرفوا مين القاتل وتطردوا من السفينة وهدف القاتل إنه يكذب عليكم المهم بعد نجاح وشهرة لعبة Among Us على نهاية عام 2020 نزلت لعبة Pretender أو الممثل بالعربي واللي هي نسخ لسق من لعبة Among Us بشكل مضحك مثل ما شايفين شكل الشخصيات في اللعبة نفس Among Us تقريبا يعني ما تعبوا نفسهم وغيروها كثير حتى نفس نظام المهمات والتاسك من لعبة Among Us نسخوه بس غيروا شوي بالمهمات وممكن التغيير الوحيد هو إن لعبة Among Us أحداثها على سفينة فضائية بينما Pretender بمكتب عمل يعني للأمانة ما نسخوا لعبة Among Us 100% لا فقط 99% طبعا اللعبين عرفوا بسرعة إنه هاي نسخة رخيصة من لعبة Among Us وبدهم ينشهروا على ظهرهم فإعلان اللعبة على اليوتيوب كلها ديسلايك وأصلا تم حثف اللعبة من منصة ستيم على البيسي بعد شهور من نزولها يا أما لأنه ما أحد عم يلعبها أو لأنهم خايفين Among Us يرفعوا عليهم قضية بالمحكمة في المرتبة السابعة من أحد أقوى وأشهر ألعاب القتال في التاريخ هي لعبة سوبر سماش بروز من شركة نينتندو واللي هي لعبة قتال أو فايتينج جدا ممتعة الجيم الواحد بيكون فيه 8 لعبين عاب يلعبوا ضد بعض والشخصيات في اللعبة اللي فينك تلعب فيها هي جميع شخصيات نينتندو مثل سوبر ماريو، بيكاتشو، ميجامان، زلدة وعشرات غيرهم فكان فيه كثير من اللعبين يشتروا أجهز ألعاب نينتندو مثل الوي وغيرها عشان يلعبوا هاللعبة فمين تتوقعوا الشركة اللي شافت هالنجاح الباهر وقررت تنسخها؟ شركة سوني أو بلاي ستيشن وعملت لعبة بلاي ستيشن أول ستار واللي كانت نسخ لسق من لعبة سوبر سماش بروز نفس نظام اللعب، نفس نظام القتال وبدال ما يحطوا شخصيات من العالم نينتندو لأ حطوا شخصيات من ألعاب بلاي ستيشن وطبعا اللعبة ما نشحت كثير لأن نظام القتال ما كان متقن وممتع نفس سوبر سماش بروز وغير كذا شخصيات بلاي ستيشن ما تحسها مناسبة لهالنوع من الألعاب يعني حاشرين لك كريتوس من جود أوف وور ونيثن من أنشارتد وسنيك من لعبة متل جير حاشرينهم بلعبة فايت مو ضابط عليهم أبدا على عكس لعبة سوبر سماش بروز شخصيات شركة نينتندو شخصيات كرتونية نفس سوبر ماريو، بيكاتشو وغيرهم فممتع اللعب فيهم بلعبة قتال على عكس شخصيات بلاي ستيشن أور ستار في المرتبة السادسة بعام 2013 نزلت لعبة باسم داي زي اللعبة Open World Survival لازم تضلع عايش بعالم مفتوح أنت وأصحابك وهالعالم مليان زومبيز بكل مكان واللعبة نشحت بشكل جدا كبير وباعت نسخ بالملايين وعلى وقتها كان كل ما تفتح تويتش أو بثوث اليوتيوب تلاقي ناس فاتحين بث للعبة داي زي وبعدين فجأة ومن لا مكان طلعت لعبة كانت نسخ لسق للعبة داي زي نفس نظام اللعب، نفس المهمات، نفس الزومبي، الأسلحة وحتى تقريبا نفس العالم وكان اسم اللعبة Warzy يعني حتى الاسم جدا قريب هذي اسمها داي زي وهذي وورزي والمشكلة أنه اللعبة كانت كويسة يعني ما هي سيئة أبدا يعني هما سارقين داي زي نسخ لسق بس مساوينها بشكل جيد وهذا الشي خلى كثير لاعبين يخربطوا بين اللعبتين ويشتروا وورزي بالغلط يعني واحد بيشوف فيديو على اليوتيوب أو بث مباشر للعبة داي زي بيتحمسها اللعبة وبيروح بده يشتريها بيروح بيشتري وورزي بالغلط وبسبب هالشي مطورين اللعبة باعوا مئات الآلاف من النسخ وجمعوا أرباح بملايين الدولارات بس بعدين غيروا شوي باللعبة وغيروا اسمها صار اسمها Infestation The Newsy وماحد بيعرف ليش بس على الأكثر داي زي هددوهم أنه رح يرفعوا عليهم قضية بالمحكمة لو ما عملوا هالشي بس خلاص جمعوا ملايين الدولارات من وراء الناس اللي اشتروا لعبتهم بالغلط في المرتبة الخامسة عام 1986 أي قبل 36 سنة تقريبا نزلت لعبة سوبر ماريو بروس واللعبة نشحت بشكل جدا كبير واكتسحت سوق الألعاب وقتها وإلى الآن حاليا كل الناس بيعرفوا سوبر ماريو والفضل بهالشي بيرجع للعبتهم الأولى سوبر ماريو بروس المهم بعد سنة من نزول لعبة سوبر ماريو أي عام 1987 نزلت لعبة باسم The Gianna Sisters وكانت اللعبة صرقة عيني عينك نسخ لسق من لعبة سوبر ماريو نفس الرسومات نفس نظام اللعب نفس الخريطة حتى الشرير الفطر هذا اللي ادعس عليه ما تعبوا نفسهم وغيروه لا حطولك ياهو نفسه وحتى اسم وقصة اللعبة سوبر ماريو بروز معناها الأخوين سوبر ماريو لأنك تلعب بسوبر ماريو وأخوه بينما اللعبة هذيك The Gianna Sisters أو الأخوات جيانا تلعب بجيانا وأختها يعني حتى الاسم والقصة ما تعبوا نفسهم وغيروها المهم اللعبة بعد نزولها بفترة كصيرة تم سحبها من السوق ومحدة بيعرف السبب بس الناس متوقعين أنه نينتندو رفعوا عليهم قضية بالمحكمة أو هددوهم أنه رح يقادوهم بالمحكمة فعشان كذا سحبوا اللعبة من السوق في المرتبة الرابعة أظن كلكم بيعرف ألعاب Grand Theft Auto GTA أو حرامي السيارات هالسلسلة تعتبر من أنجح وأضخم سلاسل ألعاب في التاريخ وهذا الكلام مو من جديد لأ من زمان من أول ألعاب GTA كانت جدا ممتعة ومشهورة فمن الطبيعي تطلع لك شركات ألعاب ثانية تحاول تقلدهم وتعمل ألعاب شبيهة في GTA معظم هالألعاب فشلت بس واحدة منهم اللي هي لعبة سينترو نشحت وصار عندها عدد لعبين كبير الحين اللعبة كانت نسخ لسق من ألعاب GTA بس كانت نسخ لسق كويس ما هو سيء لأ اللعبة كانت كويسة وممتعة المهم الشركة نزلوا جزء الأول والثاني اللي كان نفس GTA بالضبط بعدين انتبهوا أنه شركة روكستار الشركة اللي تسوي لعبة GTA عندهم ميزانية بالملايين فلو استمروا على نفس نظام ألعاب سينترو ما رح ينجحوا لأنه ما لهم قد المنافسة مع GTA فعملوا تغيير جذري مع الجزء الثالث للعبة وخلوها كأنك عم تلعب GTA وانت ضارب حشيش ايه اللعبة صارت خيالية وجدا مضحكة وغريبة صار شخصيتك فينه يطير مثل سوبرمان صار فيه مخلوقات فضائية وعندك أسلحة جدا جدا غريبة نفس اللي شايفينها قدامكم وهذا الشي خل اللعبة فعلا تنجح وصار إلها اسم وإلى الآن الناس يعتبروا سينترو من أفضل ألعاب اللي نزلت فصحيح إنهم بدأوا بنسخ ألعاب GTA بس بعدين عرفوا إنهم مو قد المنافسة وعملوا الشيء الخاص فيهم ونجح في المرتبة الثالثة شفنا عدة ألعاب بالفيديو إلى الآن نسخت وسرقت من ألعاب ثانية بس كانوا دائما يغيروا أشياء بسيطة عشان استرقى ما تكون واضحة بس حاليا هنتكلم عن لعبة سرقة لعبة ثانية نسخ لسق حرفيا بدون تغيير أي شيء يعني بجاحة مو طبيعية واللي هي لعبة Legend of the Titan واللي نسخت وسرقت لعبة الشوتر المشهورة Overwatch عيني عيني أظن معظمكم لعب أو سمع بلعبة Overwatch اللعبة نزلت بعام 2016 وانشهرت ونشحت بشكل جدا كبير لدرجة إنه فازت بجائزة أفضل لعبة بعام 2016 ولعبة Overwatch مثلها مثل باقي الألعاب في العالم كلها ممنوعة من الصين اللي ما يدري دولة الصين منغرقين على نفسهم بيمنعوا أي شيء من خارج العالم يعني حتى يوتيوب فيسبوك وواتساب كل هالمواقع ما عندهم ياها ومعظم الألعاب المشهورة كمان ممنوعة من الصين فأجيت شركة ألعاب صينية قالت أوكي بما أنه لعبة Overwatch مشهورة بر الصين خلا نعمل لعبة Overwatch خاصة فينا وعملوا لعبة Legend of the Titan وما كانت نسخ لسق لا هي لعبة Overwatch حرفيا نفس الشخصيات نفس الخرايط نفس كل شيء بس الفرق الوحيد إنه الجرافيك بهاللعبة جدا سيء وتعبان على عكس لعبة Overwatch الأصلية يعني بس تعبوا نفسهم وغيروا ملابس شخصية وحدة بينما باقي الشخصيات ما تعبوا نفسهم أصلا حطوهم بنفس ملابسهم ونفس شكلهم وبكل صراحة ما منعرف أي شيء عن هاللعبة غير هالإعلان لأنه مثل ما قلت لكم الصين منعزلين عن العالم فممكن اللعبة هذه حاليا جدا مشهورة بالصين وما حد يدري في المرتبة الثانية عنا لعبة Minecraft اللي تعتبر أنجح وأكثر لعبة مبيعا في التاريخ لعبة Minecraft نزلت بشكل رسمي وصار الكل يقدر يلعبها بعام 2011 الحين اللعبة كانت موجودة قبل 2011 بس كانت بمرحلة البيتا ونجحت نجاح باهر وباعت نسخ بالملايين بس كان عندهم مشكلة وحدة أنه اللعبة فقط موجودة على البي سي يعني على وقتها اللي عنده جهاز Xbox 360 أو PlayStation 3 ما رح يقدر يلعب Minecraft فأجت شركة ألعاب واستغلت هالشي وعملت لعبة Castle Miner ونزلتها على Xbox 360 واللعبة كانت نسخ لسق من ماينكرافت بكل شي شايفين الجيم بلاي قدامكم حتى رسومات اللعبة أفضل من ماينكرافت هذا مو يعني أن رسومات وغرافيك ماينكرافت سيئة لأ ماينكرافت هم مختارين أن يكون رسومات اللعبة مكعبات وكارتونية بينما هاللعبة عملوا نسخ لسق من ماينكرافت بس مع رسومات شبه واقعية وبأول شهور من نزول لعبة Castle Miner باعت فوق المليون نسخة كيف باعت هالعدد الكبير لأنه فيه كثير اللعبين على الأكس بوكس بدهم يلعبوا ماينكرافت بس ما عندهم بي سي فلما شافوا كاسل ماينر قالوا يلا تشبه ماينكرافت خلا نشتريها بس لسوق حظهم بعد أقل من سنة لعبة ماينكرافت نزلت على جهاز الأكس بوكس وبعدها بسنة نزلت على البلاي ستيشن وخلاص بطل حدا يشتري Castle Miner بس ما أظن مطور اللعبة زعلان جمعنا على الأقل مليون دولار من وراء هاللعبة يلي سارقها من ماينكرافت في المرتبة الأولى عنا لعبة فورتنايت وسرقت ونسخة لعبة بوب جي أوكي قبل لحد يعطي الفيديو ديس لايك ويكتب تعليق إنه كيف فورتنايت سرقت من بوب جي واللعبتين مختلفين عن بعض وهالكلام كلها أصبر شوي هذا الكلام مو كلامي لا بل كلام شركة كرافتون الشركة المنتجة للعبة بوب جي ورفعوا دعوة بالمحكمة على شركة إبيك جيمز ولعبة فورتنايت وقالوا فيها إنه هاللعبة عم تسرق لعبتنا هالكلام كلها صار بعام 2018 طيب الحين لعبة بوب جي نزلت بعام 2016 وكانت أول لعبة باتل رويال كاملة وبعدها بسنة ونص نزلت لعبة فورتنايت ونزلت طور الباتل رويال ونشحت بشكل جدا كبير فبعد ما بوب جي شافت نجاح فورتنايت الكبير وشافت إنه عم تعدي أرقامهم من عدد اللاعبين راحت ورفعت عليها دعوة بالمحكمة في كوريا وبالدعوة القضائية كاتبين إنه فورتنايت سارقين لعبتهم لهو نظام الباتل رويال إنه ميت شخص بينزلوا بجزيرة وبيطلع واحد عايش منهم وبعدين في عاصفة كل شوي بتسكر على اللاعبين وفي أسلحة وولود فينك تلاقيها على الأرض بوب جي قالوا هالأفكار كلها نحن اخترعناها وأبيك جيمز وفورتنايت سرقوها من عنا المهم استمرت الدعوة بالمحكمة بيناتهم عدة أشهر بعدين لسبب مجهول بوب جي قررت تسحب الدعوة القضائية وانحلت الأمور بيناتهم وما حد بيعرف السبب بعض الناس قالوا إنه بوب جي شافوا نفسهم رح يخسروا بالقضية فعشان كذا سحبوا الشكوى وبعض الناس قالوا إنه لعبة بوب جي أصلا مطورة على محرك أو إنجين أنريل ومن صاحب هالإنجين شركة إبيك جيمز اللي عندهم فورتنايت فقالوا لهم لو هتكملوا الدعوة القضائية علينا رح نمنع المحرك عنكم ولو منعوا المحرك عندهم خلاص ما رح يقدروا يكملوا الشغل على لعبة بوب جي وأنا شايف إنه حتى وقع مقنع أكتر صراحة فإي بوب جي كانوا عبتهم وفورتنايت إنهم سرقوا ونزخوا لعبتهم فإي يا شباب هالفيديو لليوم أتمنى أكون أعجبكم أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك شاركونا بالتعليقات شو أكتر لعبة حسيتوها زودتها بالسرقة من اللعبة الثانية فإي بس كانوا معكم بشاركة إيال بشاركة كيش شكم بديها الثانية إن شاء الله مع السلامة